قدامي الناس برضو في الستوري انتوا كلكم بتقولوا لي هو مش طائق ليه والله يا جماعة هو كده عمل معيها زي احمد العوازي جاتم مشاعره وبتقول عليه الخديوي الراجل الحمش اهو شايف نفسه حبتين راجل مجدع وبيقول عليها وحش الكون اهي بس كل ده اتبخر ولا بقى في منه حتى قصة حب البلوجر نادا ودونجل انتهت يا ترى ازاي قصة الحب دي شغلت بال المتابعين على التيك توك ازاي شايفين نادا زي ياسمين عبدالعزيز ودونجل زي احمد العوازي قصة اللي حصل بينهم هتفجأك ليه نادا طلعت متأثرة كده خليكم معنا في الفيديو ده هنقول لكم كل التفاصيل بعد جواز البلوجر نادا اكتشفت ان دونجل عامل زي احمد العوازي بالذب ودل لحظه الجمهور وقالوا عليه ده لا رومانسي ولا نيلا هو اللي جرى وازاي وقعت فيه هو شبه احمد العوازي في المشاعر والشخصية الناس عرفت ان قصتهم انتهت وزعلانين عليهم بذات انهم عاملين زي ياسمين عبدالعزيز واحمد العوازي محبوبين جدا على تيك توك وقصتهم مؤثرة جدا اللي توقعوا الناس طلع صح ودل أكدتو نادا ويطلع في فيديو متأثرة وبتقول ان الناس شافت صح ودونجل مش رومانسي لكن هو قدام الناس قوي وبين ايديها بتقوله ده بدو بيبيدلعها يعني بالبلد كده هو بيحبها قوي بكل الكلام الحلو ده بس ما بينهم وما بين بعض اما قدام الناس هو ما يعرفش يقول حاجة دونجل بيحب يحافظ على خصوصيته هو ومراته خصوصا انه بيجير عليها جدا كمان هو رجل حمش جدا وشايف انه مش من الرجولة تطلع مشارك قدام الكاميرا السنائي فيهم شبه كبير من العوازي وياسمين واللي الناس بغضع على عضلات جسمه وخشونة كلامه والشخصية الكيوت دي ما يعرف لهاش سكة اهو كده دونجل بيروح الجام وبياكل اكل صحي وبين صحابه من العتولة اما ندا فهي هادية جدا كلامها لذيذ بيعجب الناس ورومانسيتها قدام الكاميرا بيخليها شبه الفنانة ياسمين عبدالعزيز ظهر دونجل مع حبيبة القلب ندا وهي بتتكلم مع الجمهور وبتتحك وده كان بعد الجواز بفترة صغيرة بس هو كان قاعد ومتضيق شوية ولا فيه اي ابتسام على وشه وده كان السر الباتع اللي كشف القصة الناس سألت ندا وقالت لها هو مضيق ليه من اولها بس هي رضت عليهم وقالت هو قدام الكاميرا ما بيحبش يعمل زي العيال التوتو ويفضل يقول كلام متزوى كفاية عندها انه بينه وبينها بيكون روميو بتحكي انها بتقوله يا دونجلتي ويا دبدوبي وده سر السعادة اللي بينهم وهم متأقلمين على كده وشايفين ان ده الصح وهو تعود على كده وهي خلاص عرفت شخصيته واخدت على طبعه اما عن الناس اللي بتقول كلام ندا عكس اللي دونجل بيعملو يقصدو لما شالها في الفرح قدام الناس وطلع بيها على السلم وكانها سندريلا والفيديو ده نزلو على السوشيال ميديا هي شايفة ان ده يوم فرحهم عادي ومن الطبيعي انه يكون فيه كاميرات اكيد هم اكيد رأسه سلو ودونجل حضنها زي اي عريس وعروسة بيعملو ندا بتقول كلام الناس كتير عنهم ومتصنعين الود في وشهم غيروا ملامح حياتهم هي شايفة ان الحسد وعيون الحاقدين بدأت تظهر علاماته عليهم خصوصا الاشعات اللي طلعت في الفترة اللي فاتت عن انفصلهم وهما كانوا معزومين كل واحد عند عالته دونجل شاطر جدا في عمل العصير وفي رمضان هو اللي بيقف في المطبخ علشان يجهز السوبيا والعصاير اما الندا فيبتعمل الجنباري والاجدعها شاف في البلد ندا ودونجل علاقتهم كويسة ببعض والناس اللي قالت بما انهم شبه العوضي وياسمين هينفصلوا بقى عن بعض ويطلعوا اشعاعات فكل ده ردت علي ندا انهم تمام كمان قالت ان في ناس شغلتها في الحياة انهم يوقعوا الناس في بعض خصوصا الناس اللي بتدخل في حياتهم وتصحبهم مخصوص عشان بس تأذيهم الكابل بيحبوا بعضه كل شوية والتانية يفتحوا الاسك على انستجرام ويردوا على الجمهور والعلاقة بينهم جميلة هل شايفين ان ندا ودونجل كابل يشبه ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي ولا لا شاركونا برأيكم في التعليقات